اشتركوا في القناة اعرفوا في جريمة القتل تعريف جريمة القتل تعريف جريمة القتل هي ازهاق روح انسان حي بفعل انسان اخر تعريف القتل ازهاق روح انسان حي بفعل انسان اخر انواع القتل القتل نوعين ممكن نجي في الامتحان انواع القتل نقط نقط قتل عمدي قتل غير عمدي أرقان جريمة القتل لما يسألني ما هي أرقان جريمة القتل إذا حدد لي أرقان جريمة القتل العمدي يبقى يتكلم عن القتل العمدي الغير عمدي يبقى يتكلم عن أرقان جريمة القتل غير العمدي أرقان جريمة القتل أولا القتل العمدي له ثلاث أرقام واحد نحل الجريمة إزهاق روح إنسان حي اثنين الركن المادي بعناصره الثلاثة سلوك أو فعل نتيجة علاقة سببية تلاتة الركن المعنوي وهو القصد الجنائي بعنصري العلم والإرادة تاني ثانيا أركان جريمة القتل غير العمد قتل غير العمد للركنين واحد محل الجريمة إزهار روح إنسان حي اثنين الركن المعنوي الركن المادي وهو بعنصر الثلاثة سلوك نتيجة علاقة سببية يبقى جريمة القتل العمدي لها تلات أركان القتل غير العمدي لها ركنين الفرق بين القتل العمدي والقتل غير العمدي في الركن الثالث وهو الركن المعنوي القصد الجنائي بعنصري العلم والإرادة ده موجود في القتل العمدي مش موجود في القتل غير العمدي إنما هنا محل الجريمة إزهار روح إنسان حي هنا محل الجريمة إزهار روح إنسان حي هنا الركن المادي بعنصر الثلاثة سلوك نتيجة علاقة سببية هنا نفس الكلام. هنا في الركن المعنى والقصد الجناب عن صلاة العلم والإرادة هنا ما فيش الركن المعنى. بعد كده هو باجي على العقوبة. طبعا بالنسبة لعقوبة جريمة القتل في عندي أولا القتل العمدي البسيط. القتل العمدي البسيط بتكون في عقوبة القتل العمدي البسيط العقوبة بتبع عندي هي السجن المؤبد أو المشدد طب لو ايه يقول لي عرف القتل العمدي البسيط. القتل العمدي البسيط هو القتل الغير مخترن بظرفه مشدد ولا ظرفه مخفف. وبتكون عقوبته السجن المؤبد أو السجن المشدد. تاني نوع من القتل العمدي هو القتل العمدي المشدد تعريفه هو القتل المقترم بظرف مشدد قتل المقترم بظرف مشدد الظروف المشددة خمس ظروف صبق الإصرار الترصد قتل بالسن اقتران القتل بجناية أخرى قتل جريح الحرب القتل أول نوع أو أول ظرف من الظروف هو صبق الإصرار تعريف صبق الإصرار هو القصد المصمم على ارتكاب الجريمة بالتفكير والتجهيد ورسم الخطة ثم التنفيذ يبقى صبق الإصرار هو القصد المصمم على ارتكاب الجريمة بالتفكير والتجهيد ورسم الخطة ثم التنفيذ بالنسبة ليه صبق الإصرار ليه عنصرين عنصر نفسي وهو القصد المصمم على ارتكاب الجريمة اتنين عنصر زمني وهو مرور فترة زمنية بين التفكير وبين التنفيذ يبقى عناصر صبق الاصرار عنصر زمني مرور فترة زمنية وعنصر نفسي وهو القصد المصمم عندي طبيعة صبق الاصرار طبيعة الظرف ده انه ظرف شخصي يطبق على الشخص فقط الذي فكر اما المشاركين في الجريمة وما فكروش لا يطبق عليهم الا اذا كان هناك صبق الاصرار هنا ظرف شخصي يجي في الامتحات يقول ده علامة صحة او غلط صبق الاصرار ظرف عيني لا غلط هو ظرف شخصي يطبق على الشخص الذي فكر فقط عقوبة صبق الاصرار بتكون هي الاعداء تاني ظرف الترصد يعني الترصد تعريف الترصد هو تربص شخص بشخص اخر تربص شخص لشخص اخر فترة زمنية طويلة او قصيرة من اجل قتله طبعا الترصد ظرف عيني يطبق على كل المشاركين في الجريمة لان انا لما بترصد او بتربص لشخص بيبقى المشارك ما يعرف ان انا متربص له ولذلك يطبق على كل المشاركين في الجريمة وبتكون العقوبة الاعداء برضو يجي في الامتحان الترصد ظرف شخصي خلط الترصد ظرف عيني يطبق على كل المشاركين في الجريمة وبتبقى العقوبة هنا الاعداء ممكن نسألنا قلة التجديد للترصد قلة التجديد هنا ان الترصد يسهل الجنة اتكابي الجريمة ويصاعب على المجن عليه الدفاع عن نفسه وبيدل على خطورة الجاني والعقوبة بتبقى الاعداء تالت ظرف من الظروف هي القتل بالسم القتل بالسم هو كل من قتل عمدا شخص اخر باستخدام جواهر نتج عنها الموت يعد قاتلا بالسم وطبعا الظرف اللي هو القتل بالسم بتكون العقوبة بتاعته هي الاعداء ايه علة التجديد علة التجديد ما تنطوع عليها هذه الجريمة من خصة وندالة حيث ان الجاني دائما يكون على صلة بالمجن عليه وسهولة تنفيذ القتل انه بالقتل بالسم عملية سهلة شوية سم بيتم قتله فهنا للسهولة تقيت بتبقى تم تجديد العقوبة الى الاعداء يبقى علة التجديد ما تنطوع عليها هذه الجريمة من خصة وندالة ليه؟ حيث ان الجاني بيكون على صلة بالمجن عليه وكذلك سهولة التنفيذ والعقوبة الاعداء الظرف الرابع اقتران القتل بجناية اخرى كل من ارتكب جريمة قتل واستحب معها او ارتكب معها جناية اخرى بتكون هنا العقوبة الاعداء علة التجديد ان ارتكاب الجاني لجريمتي تدل على خطورة الجاني ومن هنا تم تجديد العقوبة الى الاعداء الظرف الخامس وهو قتل جريح الحرب كل من قتل شخص جريح اثناء الحرب يعاقب بالاعداء علة التجديد هنا لاعتبارات انسانية بسبب عجز المجن عليه الدفاع عن نفسه وسهولة ارتكاب الجريمة فهنا بيعاقب من قتل جريح الحرب بالاعداء ولكن لابد من توافر الشرطين الشرط الاول ان يكون جريح الشرط التاني ان يكون اثناء الحرب يبقى يكون جريح واثناء الحرب عندي دية الظروف المشددة الخامسة فيه القتل العمدي المخفف وهو القتل المقترم بظرفه مخفف ويبقى في حالة ننفاجأ زوجته حالة تلبسها بالزنة وقتلها هي او من يزني معها او قتلهما معها يعاقب بالحبس ايه علة التخفيف علة التخفيف هنا المفاجأة والاستفزاز الذي حدز للزوج حالة مشاهدته لزوجته حالة تلبسها بالزنة فهنا القانون ادى له ظرفه مخفف وهو الحبس ولكن يطلق لها بد من طوافر الشرطية ان يكون المستفيد هنا او القاتل هو الزوج فحش الاب فحش الاخ يكون الزوج والتاني يكون حالة تلبسها بالزنة ان تكون الزوجة حالة تلبسها بالزنة وهنا بيدي لها العقوبة بطب الحبس طبعا انا عندي هنا 13 سؤال اذا جاوبتوه يبا انا جريمت القتل واي سؤال ييجي فيها هجاوب بسهولة سين واحد عرف القتل القتل هو ازهاق روح انسان حي بفعل انسان اخر عشرة على عشرة سين اتنين ما هو انواع القتل نواط نواط قتل عمدي قتل غير عمدي ده انواع القتل سين ثلاثة اركان جريمت القتل اذا ايه قال لي اركان جريمت القتل اتنين اتنين الركن المادي بعناصره تلاته الفعل او السلوك والنتيجه و علاقة السببية الركن المعنوه بعنصره العلم والارادة لو جي قال لي اركان جريمة القتل غير العمدي ركنين اتنين واحد محل الجريمة انسان حي اتنين الركن المادي بعناصره التلاته سلوك نتيجة علاقة السببية النتيجة لا نتيجة إيه الإجرامية أربعة عقوبة القتل العمد البسيط القتل العمد البسيط هو القتل الغير مقترم بظرفه مشدد أو ظرفه مخفف والعقوبة تبقى السجن المؤبد أو المشدد ممكن يجي في الامتحان عقوبة القتل العمد البسيط نقط نقط سجن المؤبد سجن المشدد عرف كل من قتل العمد البسيط هو القتل الغير مقترم بظرف مشدد أو ظرف مخافف القتل العمد المشدد هو القتل المقترم بظرف مشدد والظروف المشددة أنهم خمسة صبق الإصرار، ترصد، قتل بالسوم، قتل جريح الحرب، اقتران القتل بجناية أخرى قتل العمد المخافف هو القتل المقترم بظرف مخافف وهنا من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنة وقتلها أو قتل من يزن بها أو قتله ما معه يعاقب بالحبس سين ستة ما هي الظروف المشددة والعقوبة الظروف المشددة صبق الإصرار ترصد قتل جريح الحرب قتل بالسوم اختران القتل بجناه أخرى والعقوبة في الخامة الظروف هي الإعداد عرف صبق الإصرار صبق الإصرار هو القصد المصمم على ارتكاب الجريمة بالتفكير والتجهيز ورسم الخطة والتنفيذ عناصر صبق الإصرار عنصرين عنصر زمني بمرور فترة زمنية ما بين التفكير والتنفيذ عنصر نفسي وهو القصد المصمم على ارتكاب الجريمة طبيعة صبق الإصرار عشان ما تهل صبق الإصرار تفكير شخصي طبيعته أنه ظرف شخصي تطبق على الشخص نفسه أعرف الترصد الترصد هو تربص شخص لشخص آخر فترة طويلة أو قاسرة ليه من أجل قتله طبعا الطبيعة الأول طبيعة الترصد أنه ظرف عيني يطبق على كل المساهمين أو المشاركين في الجريمة علة التجديد للترصد هو عنصر المفاجأة عنصر المفاجأة يسهل الجان ارتكاب جريمته ويصعب المجن عليه الدفاع عن نفسه وبيدل على خطورة الجاني وسهول الترتكاب والجريمة أعرف القتل بالسوم وعقوبته القتل بالسوم وقلة التجديد القتل بالسوم كل من قتل عمدا باستخدام جواهر جواهر يعني مواد يعد قاتلا بالسوم طبعا عندي العقوبة بتكون الإعداء قلة التجديد ما تنطوه عليه هذه الجريمة من خسة وندالة حيث أن الجاني دائما يكون على صلة بالمجن عليه كذلك سهولة تنفيذ الجريمة والعقوبة طبعا الإعداء أعرف اختران القتل بجناية أخرى إذا ارتكب شخص جناية القتل أو ارتكب جريمة القتل وصع مصحوبه بجناية أخرى يعاقب بالإعداء علة التجديد أن ارتكاب الجاني لجريمتين قتل وجناية أخرى يدل على خطورة إجاني طبعا عرف قتل جريح الحرب وشروط الخاصة بجريمة قتل جريح الحرب وعلة التجديد قتل جريح الحرب من قام بقتل جريح أثناء الحرب يعاقب بالإعداء إيه الشروط أن يكون جريح؟ واحد جريح اثنين أثناء الحرب علة التجديد لاعتبارات إنسانية لعجز الجريح أو المجنة عليه عن الدفاع عن نفسه سين 13 عرف القتل المخافف هو القتل المخترم بظرف مخافف وبيكون العقوبة بتاعته الحبس من فاجأ زوجته وقتالها هي ومن يزني بها أو قتالهما معا يعاقب بالحبس علة التخفيف أن المفاجأة والاستفزاز حالة مشاهدة الزوج لزوجته حالة تلبسها بالزنا هنا بيتم التخفيف عن الزوج 13 سؤال عن جريمة القتل إذا أي واحد أو واحدة فيكم حل هذه الأسئلة للـ 13 هنا بتكون جريمة القتل عرف كل جزئية فيها وياريت يكون إحنا الاعتماد على الفهد وليس الحفظ وبكده جريمة القتل بنكون خلصناها والحصة الرابعة تكون انتهت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة